صباحنا ورحبا باتي إن شاء الله حكي مراكم بخير وعلى خير يا رب العالمين أرجعت لكم وفيديو جديد فيديونا هاليوم واش نحكي لكم فيديو منتظر وصفة البيتزا كامل ساقصون على لونسات سيب وصا جيت نشاركها معكم اليوم ثاني زدت معها الفريت هذيك اللي قلت لكم راح ندمنو عليه وبلفعل عدنا ما نقدروش ناكلو هذيك البتاتا هكذا كبل ما ندروها في البيض وشابلوغ وثاني درت صهراء خفيفة مع التحلية راح نشارك معاكم كامل التفاصيل تابعوا الفيديو الأخير راح تعرفوا كامل التفاصيل في البداية صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزك السلام صلى الله عليه وسلم فيديو جديد حبابيتي أورتي جديد ونهار اليوم راح نشارك معاكم وصفة حلوة دايما نبدالكم حاجة حلوة هكذا بشرب إن شاء الله يحلي إيامكم نهار اليوم راح ندير وصفة هكا سامبل مشي حاجة كبيرة جبت هناك ما راح نتشوفه عندي شوية لوز فيتي راح نستخن إن شاء الله في التزيين درت له شوية زبدة وحطيته هو الأول هكذا يتقلى نقصت للنار وخليته يتقلى في راحته ورحت بش نحذر الطبقة الأولى جبت نص لترح لي بدرت لها تلثة مغرف سكر ودرت لها مغرف انشاء وزت لها ساكا أفلون نوارة شيكولة هذي طبقة الأولى حطيتها للنار كما تعرفو كما كل واحدة عم فيه طيب الفلو عادي هي طابت اخثيرت وانا زلت عليها الباطاة تاع دانيت هكذا بش ندعموا هذك القوت تاع الشيكولة ولا تقتلي ثاني تزيدي لها شيكولة تقتيني ورحت نوجد في الحويج لي رايح ندير بهم القرنتير تاع هذي التحليا نحتاج قاطو مرحي ونحتاج شوية لوز مرحي هكذا لازم كيعود بيحتي يحضر في حاجة يوجد كامل الحويج بش جيه الطريقة سهلة وفي ساعة يكمل احنا راي طابت هذيك الطبقة الأولى والزتل هذك البطاة تاع الدانيت هكذا كما قلت لكم بش البنة شيكولة جي ملاحة وتقدري ثاني تزيدي لها شيكولة تقتيني فرغتها في هذو كليبين ورح تنحذر الكريمة اللي رايح نديرها من فوق جبت الباطاة تاع كريم فريش تاع 200 ميلي ليلتر طلعتها مليح واش نقول لكم حبابيتي هنا سبحان الله يعني تعد نفس المنتوج دي فوها يطلع دي فوها ما يطلعش هنا ما حبيتش تبلي لي زبدة وزدت لها هذو ما لفلان كاراميل واللي جيت شوي خفيفة واللي تقسي يتزعماء ريقلها زدت لها شوية بودرة الشانتي في الاخيرة ما جيتنيش يعني بالقوام ليح تجدو حبيتها ثقيلة نور ما مون دي لها الماسكاربون هنا ولا كون جيت هذيك الشانتي طلعت مليح كانت تجي خير وخير ولا نسي ينديلها بباطاة واحدة تاع لفنو يعني نتيجة هذي هي قصة كتجر بحاجة اول مرة جبت هذيك الطبقة تاعية بعد ما بردت حاطيت فوقها القاطول ليكن ترحيتهم بعد زدرت لها طبقة من الموز واش نحكي لكم حبابيتي هنا دي سي ديت باش ندير هذي الغسيات وبعد استكشفت بلي البانان راهو بخمسة وسبعين الف صافي ذركة عدتكي نلقى غسيات بالبانان دور من طريق حاطيت هذوك البانانازة حاطيت حبيت اللوز ليكن ترحيتهم وجبت الطبقة هذي تاع الكريمة درتها هكذا وبعد درت لهم شوي هذيك اللوز فيتي اللي كنت دي جا اقليتو وكنت دي جا درت هذي من اللي مورتها الشيكولة فيهم هيلين وفانوس زد درت بهم كارنيتير وكانت تحلية تاعي جاهزة وهنا حبابيتي رايح ندير هذيك الفريد كيما قلت لكم لأصبح ادمان سبحان الله ولينا كي ناكلوا فريد نرمال ما جيناش ابنين هذي يجي يهبل يهبل ذرك احبابيتي رايح نروح مش نحذر البيتزا جبت لكم اليوم عالجينا رايع بكامل أصرارها جيناسيه لو خفيفة جيبي كسمة كبير بول ديري له مغرف سكر وديري له مغرف خميرة وديري له ربع مغرف زيت احنا نورمال ما هو البيتزا تحب زيت زيتونة مي انا هنا غلط انا ما رفع ندير البيتزا تاعي بزيت زيتون مي ما يهم الجيت بنينا وتهبل كين ثاني ناس ميحبوش زيت زيتون خلط هذيك الخليط مع بعضها هم بعض زيت لو مغرف ونس لحظة واش نقول لكم حبابيتي من اهم الحويج اللي تخلي العجينة تاعك تجي خفيفة هي اللحظة يعني ما تكثرش منها الاخطرات تولي تشيح لكمي على الاقل هكذا مغرف ولا مغرف ونس لهم بعض زيت بيضة احنا ما حبيتش نديل بيضة كاملة لخاطركم نديل بيضة كاملة تجيل عجينة دسمة كي ما نقولون بعد رايح نزيد ندولها الفرماج ندول الحويج تولي يعني ثقيلة بزيف هكذا تجي خير تجي خفيفة كونبونش لوحت هنا قدر واحد الكيس ولا نص كيس تعفارينا وبقيت نخلط بالفوي كما تعودتوا هذي العجينة يعني هذي الطريقة تاع العجين اعتمدوا هذي مع هذي الطريقة لتخلي كما قلت لكم العجينة تجي خفيفة كما الرش خلط مليح وبعد اكيد زيت شوية ملح وزيت شوية الزيطرة الزيطرة هذي تمدلك طعم مليح في البيتزا تاعك يعني يعدي في غونغو كملت كما راكم تشوفوا هذي الطريقة تبعوها دايما سرتو في العجينة هذي تاع الفارينة تبقوا تخبطوا العجينة تاعكم مليح كذا بشي خرج منها لهوا وتزيدوا تحطوها في البلوندو ترافاي وكما قلت لكم حاولوا دايما تخلوها لينا لينا قد ما تكون العجينة تاعك لينا قد ما تجيك هذي المعجينة تاعك خفيفة وإسفنجية كما راكم تشوفوا هذي القصة سامة كيبقى التلصق ليهنا في الارخامة واللي تنتعمل معها بها الطريقة بقيت ندير لها هكذا هكذا حتين تماسكت كما راكم تشوفوا ولت عجينة قطنية ورطبة كالحرير كملت عجنتها وكما قلت لكم نحاول ماكسيموم أني منزيدش الفارينة نخليها لينا ونبقى نتعمل معها بشوية حتين نحصل على عجينة كما قلت لكم لينا ورطبة ومتماسكة ادهنتها بشوية زيت حطيتها في طاس العجينة غطيتها في صاشية وخليتها تخمر ورحت باش نحذر هنا راح ندير بسلسط الضماطم وسلسط الفرماج قال لك ريضاق البدنامج عديتها لنا وانا ضقت هذيك لاصوس تاع الفرماج رايح ان شاء الله نعتمدها عمري بكله اللي عطانا ربي ان شاء الله العمر جبت شوية كرين فريش جبت كي ما راكم تشوفوا مغرف تاع الفرماج تاع البيدون مغرف تاع فرماج رمضي هذيك وزدرت عليهم الشرائح هذي بتاع السندويتش ديرت زوز النتيجة اي فرماج يكون عندك لوحي كوية كمية قليلة هكذا باش تحصل على سلسط فرماج ابنينا وتزيد لك بنا في البيتزا تاعك اهنا زيت شوية شدير قصيتو زيت شوية مزارلة حاطيشها للنار تسخن واكيد كي تسخن هذيك كرين فريش تولي تذوب لك هذيك الفرماج وتحصل على سلسط الجبن كي تودع تديري البيتزا حبيبتي لازم اول حاجة تديري التحذيرات الاولية هكذا باش كي تجي تبدي طيب البيتزا تاعك يكون كلش حاذر وهنا رايح نحضر الحويج اللي رايح نحتاجهم في البيتزا انه اليوم رايح ندير كاتقو يعني درت ربع قرصات كل الواحدة درتها بقو واحدة درتها بالكاشير مدفن واحدة درتها بالهوت دوك واحدة درتها بالفيونداشي واحدة درتها بالشامبينيون ثاني زيت اومينون ميلونجيت شوية فيلي одномديشي ابقع لي اهنا في فيونداشي درتله شوية ملح شوية فلفل اكهل شوية ثومة بودرة ودرت له قبان تواب للشاورمة وشوية زيت هكذا باش كنحطه فوق هذيك البيتزا يطيب ويتحمر وهنا حبابيتي وش نقول لكم ما حبيتش نحط الزيتون حبة كاملة واللي تقسيت هكذا ندير شارعه حوى نور مامو في الاصل ودكين هكذا زيتون اكهر بالنوامي انا هذا وشو مطفر عندي سيب وغسا حاولت ندير دير روندال نحن نواية هذيك وممطن ثاني رح تحطيت هذيك الشامبينيو اللي رايح نزين به ثاني البيتزا تاعي درت له شوية زبدة ملح وفل في الاكهل وخليته يكوتي زيت جبت لبيدون هذيك الفرماج اللي را ورحمنا ومعاولنا وهزيت درتو في البوشا دوي باش رايح نديرو إن شاء الله في جوان بتاع البيتزا كي ما راكم تشوفو حبابيتي وجدت كامل الحباج اللي نحتاجهم ربيت الفرماج زيت قصيت هكذا دونج تاع مزار الله درت هذيك الفرماج في البوشا دوي حضرت الحم تاعي قصيت الفلفل غسلت هذيك الماييس النتيجة قطعت طمطمة سوريز هكذا ثاني حتى هما رايح نزين بيهم لاجي تكملت هذيك الحباج كانت العجينة تاعي دي جاسي بان خبرت هنا رحت باش نقسمها جيتني العجينة تاعي الاربع قرصات كي ما شوف جور له اعلم على ميتين وخمسة ومشرين اقرام القرصة الوحدة تاسي يتلوزيهم هكذا وكي ما قدت لك ايفيتي الفرينة قدمت اقدري جست مبعد كيتعودي عد قرصي هذيك قصة اخرى مي كيتعودي هكذا تلمي في العجينة اسية تخليها لينا الماكسيموم هكذا باش نجيك البيتزا تاعي اسفنجية وخفيفة لوزت العجينة كاملة هذي كي ما قلت لكم جيتني على ربع عودت حطيتها في الصشية غطيت عليها هي ربوزت شوية وانا بديت نفتح فيها هكذا باش رايح نوجد البيتزا تاعي واش نقول لكم حبابيتي من اصرار نجاح البيتزا الفرن الكوشة كوشة تاعيك لازم تعود سخونة للمكسيموم يعني واش نقول لك تقدري معا تحطي البيتزا تاعيك تخمر تشعلي الكوشة وفاني كتعدتي تفتحي فيها استخدمي الفارينا يعني ديري الفارينا وافتحي زي قلبي ديري فارينا وافتحي اهنا حبابيتي بديت على القرصة الاولى رايح حاكي ما قلت لكم نضير ربع انواع جبت هذك الفرماج اللي كنت درتو في البوشة دوي درتو هكا تور على البيتزا هذي القرصة الاولى وحبيتهم هكذا يجو صغار منها باش يعني يجوني سهلين في الطيب وقم يبدون يجي شكلهم مليح قصيت بالمقص ومبعد حبابيتي كي ما راكم تشوفوا جبت كل جيها وعود دخلتها ولضيت عليهم وبما انو العجينة لينا ما تخافوش رايحة تجمل وتلسك هذي القرصة الاولى خيرت اني نديرها بسلسة الطماطم سلسة الطماطم نستخدم عندي سنوات سلسة كاب هذي يعني ما كنت واحدة لمدة هكا نطيب عادي ندير لها بصلة شوية هم بعد نجي متغلي حبيت الطماطم نطيبهم وبعد نرحيهم واللوحو فقاليك البصلة نديرهم شوية ملح شوية فلفلة حل شوية زعيطرة ونحصل لطماطم تاع البيتزا ميمة اللي جربت هذي وجيتني بنينة عد دايما نستخدمها ديري طبقة الطماطم وبعد تحطي الفرماج علاش نحط الفرماج هكذا بشي ما يغطي لك القرنيتي اللي راح نديريه من فوق مثلا قصدي كون نحطه طماطم ومبعد نحطه فوق الفرماج دي جا تتغطى حاطيت هذي كتماطم سوريز وتحطيت الحام شوية فلفل حلو ومن بعد جبت سفار البيض ادهنت به الحواف هكذا بشي جو حمر وملاح وزدرت لهم وذور الخشخيش ودخلتها الطيب ومن بعد روحت باش نحضر الثانية أنا الكوشة تاعي يعني هي سخونة من باسين منوية الطيب لك من تحت ومن فوق هذه الثانية راح نديرها بسلسة الفرماج نفس القصة درت سلسة الفرماج ومن بعد درت الفرماج والطوماتيكمون درت لها هنا الكاشي المدخل زد درت شوية موزاريلا وهذي نوكيعة بوازي تحب كونتيتي كبيرة بالفرماج درت شي دير ودرت هذا بشي اسمه موزاريلا وأكيد نوعتها الفرماج قد ما يكون مليح يخلي البيزة تاعك تجي ابنينة ومليحة ودرت لها شوية مييس هكذا بشي جي شكلها به هذي نفس قصة لو لو شي هنا ما فتحت لهاش لجوين البرق ما درتهاش على شكل وردة نفس القصة ما هنا درتها بالشامبينيون في بلاسة الحم وزدرت لها ثاني شوية الحم هذك اللي بقى فلف الحلو ودهنت لها الحواف وهنا درتهم بالجلجلانية وشو نقول لكم حبابيتي هذي مطيابيت لازم يطيبوا آخر دقيقة تلقوني المغربي الذين وناراني طيب ونحطوهم بالوحدة هكذا بشيكلوها سخونة لخاطر كي تبرد ما تجيش مليحة وزدت حضرت معي حبيبات المرقز هذو وكانت البيزة تاعنا حاضرة كي ما راكم تشوفو وهي طابت وانا ازدت لها ذو حبيبات السيتو اللي كنت قدعتهم وزدت لها هذو اغريقات النعنيع تران تشوفو جميلها كنت شوفو خفتها وزدت هذيك البطاطا المقارمشة كانت عندي شربا دي جامل بارح كنت وجدتها وهذا المرقز كي ما قلتكم احبابيتي راولن بعد انبعدي ولو لبنتي جوعو سيبو غصان حب نديرهم حاجة زايدة باش ما يبقوش ماما جوعنا وش تديرينا وش تديرينا وهكذا احبابيتي نكون نمذي تلكم جميع اسرار البيزة هكذا بشي جيكم العجينة تاحا خفيفة وطرية وطرية وطيب لكم في ساع شوفو شكلها احبابيتي شوفو خفتها شوفو هذي كل السلسة كفيه جيت روعة شوفو فيها طابت من تحت ثاني وش نصيكم حبابيتي طيبوها في ورق الطبخ ورق الطبخ هذا ظهر حاجة رايعة في الطيب حتى الخميرة النهارين طيب فيها في ورق الطبخ الجيني حمراء وجيني اسفنجية جيني تهبل سلسة الفرماج كي ما رقم تشوفو حبابيتي جي ذايبة وهذي التحليا اللي كنت حذرتها معيكم ثاني تحليا رائعة وبنينا القوت الشيكولة والبنين وهذي كل قاتوزة هذيك الكريمة واللوزة وفيها بناء وجميل وفي الاخير نحب دايما نشارك معيكم افكار لتزيين طاولة الصهرة هكذا بشتدوا شوية افكار بشتعرفوا يعني بالأبسط الحويج نقدروا نحضروا صهرة راقية وملحة كان هذا هو فيديونا اليوم حبابيتي ان شاء الله يكون لأجيبكم واستفدتوا ولو القليل انتظروني في الفيديوات قادمة باذن الله راح نشارك معيكم العديد من التحليات وثاني المعجنات وثاني الوصفات لريحة سهلة لك تحضير طاولة افطار شهر رمضان الكريم انتظروني في فيديو قادم باذن الله ساحب دوركم ساحسحوركم في امر الله وحفظه